موسيقى الهاشرة مع كريم حماني موسيقى السلام عليكم ما أهمية تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وكشف الجرائم الاستثنائية في الوقت الراهن هل ستسهم هذه اللجنة بفك رموز ملفات الفساد الكبرى وعمليات الاغتيال التي وقعت ما بعد أحداث التشرين لغاية الوقت الراهن ولماذا يقال أنها تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات وهل ستسهم اللجنة بمنع التفاف الفاسدين على القضاء من خلال الثغرات القانونية اللجنة وأهميتها محور حديثنا هذه الساعة في الجزء الأول من العاشرة ونتابع أولا هذا التقرير لو كان الفساد رجلا لفوضت أمره لجهاز مكافحة الإرهاب لعل رئيس الوزراء فكر هكذا وهو يضع برنامج حكومته الداخلة إلى ساحة معارك فاصلة أبرزها المعركة مع الفساد نعم لا جهة يمكن أن تتعامل مع الفاسدين بحياد ومهنية أكثر من الجهاز الذي يقوده الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي ولذا أعلن رئيس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائب الاستثنائية وبرغم أن حكاية مكافحة الفساد تعود إلى 13 عاما حين أسس السيد نور المالكي مجلسا مشتركا لنظر في قضايا الفساد إلا أن إناطة اللجنة الحالية بجهاز مكافحة الإرهاب هو الجديد الذي لا سابق له فالجهاز أمني وليس تنفيذيا وهو يتبع لمكتب القائد العام وليس لوزارة الداخلية أو الدفاع فلماذا تناط به بالذات مثل هذه المهمة الحاسمة؟ الأمر ببساطة أن هذه المؤسسة هي الأكثر مهنية واستقلالية عن القوى السياسية المختلفة جهاز مهني شارك في جميع المعارك ضد عصابات داعش ولم يسجل ضده أي انتهاك أو جريمة السؤال هنا ما يضمن لهذا الجهاز ألا يصطدم مع قوى سياسية متنفذة تحرك مفاصل ما يسمى بالدولة العميقة الجواب نعم من المتوقع أن تستنفر القوى الراعية للفساد ولربما تعمد إلى خلط الأوراق بل يمكن أن تلجأ للورقة الأمنية لترهيب الجميع وتهديدهم بالفوضة هذا السيناريو حصرا جعل بعض المراقبين يميلنا إلى احتمالية أن تقدم لجنة التحقيق بقضايا الفساد أكباش فداء بالاتفاق مع القوى المتنفذة وإذا جر هذا السيناريو فإننا سنشهد شتاء روتينيا يخلو من الرعود والعواصف أما إذا ذهبنا مع المتفائلين فإن اللجنة ستفعل ما يفعله أبطال هوليود في أفلام الأسكيمو ففي لحظة ما يطلق البطل رصاصة أعلى جبل الجليد فيبدأ انهيار عظيم لحظة انهيار جبل الفساد قد تكون مشابهة الرصاصة ربما تكون جهاز مكافحة الإرهاب أما البندقية فهي اللجنة العليا للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الاستثنائية متى يبدأ الانهيار لكم نحن متشوقون له أهلا بكم مرة أخرى أستضيف حول هذا الموضوع عضو لجة النزاه والنائب عنينوى النائب أحمد الجبور مرحبا بك أهلا وسهلا بك طبعا أضيف للتقرير أنه يرأس اللجنة الفريق الأول أحمد أبرغيف هذا جزء مهم من قوة هذه اللجنة أود أن أسألك سيادة النائب عندما نتحدث جميعا عن مكافحة الفساد ومحاربته ولكن بمجرد أن أعلنت اللجنة ونجد في بعض المواقع والتجمعات فيسبوك خلي نقول هجوم غير مبرر مع الرغم أن الكل ينادي بمكافحة الفساد وضرورة إيجاد آليات مختلفة لذلك شكرا لك أستاذ كريم وليقناة العراقية يعني بشكل واضح نقول بأن الفساد وللأسف الشديد في الدولة العراقية قد وصل إلى مستويات مخيفة وخطيرة بدأت تهدد كيان الدولة ولذلك عندما تصل المستويات لهذا الحد فلابد من إجراء ما يلزم لإيقاف نزيف حضر الأموال وبلا شك بأن الواجب الحقيقي في إدارة المؤسسات لكل المستويات من المدير إلى المدير العام إلى وكيل الوزير إلى الوزير ورئيس الوزراء وكل الموظفين هم مسؤولين عن مكافحة الفساد وفي الأصل هي الإدارة الجيدة للمؤسسات لذلك نحن نتفهم بشكل واضح أن الأمر الديواني 29 والذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء هو كان لحاجة ملحة ولظرف استثنائي وبطبيعة الحال عندما يكون الفساد كبيرا ومخيفا وخطيرا فلابد من اتخاذ ما يلزم لمعالجة هذا الفساد يعني ليس من المعقول أن نلجأ إلى الخيارات التقليدية في مكافحة الفساد نعم قانون العقوبات 111 للسنة 69 تطرق إلى كافة الجرائم الموجودة وكذلك إلى العقوبات التي لها القصد هنا عدنا أجهزة رقابية هيئة النزاة هذه والرقابة المالية يمكن أن نكتفي بذلك مع تقويتها وإسنادها لا استاذ كريم لو يعني تراجع الأمر الديواني السيد رئيس الوزراء أشرك جميع المفاصل يعني أشرك هيئة النزاهة وأشرك كذلك الأجهزة الأمنية بما فيها جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك أشرك مجلس القضاء القضاء وأشرك الإدعاء العام وبالتالي نحن أمام محكمة أقرب إليها من اللجنة يعني اليوم هناك محكمة للتحقيق في جرائم الفساد وفي الجرائم الكبرى وهذا الأمر هو دستوري وقانوني يعني غير الدستوري والقانوني أن يترك الفساد على هذا الشكل أما يعني يعني أنت داخل مع التشريع والتنفيذي عبرت فقرات دستورية هذه اللجنة أستاذ كريم تجاوزت فقرات دستورية يعني أنا قبل أن أكون مشرع لعشر سنوات أنا محقق أيضا وعملت تحت إشراف القضاء لأكثر من خمس سنوات بطبيعة الحال عندما تريد أن تلاحق جريمة فيجب أن تكون لديك أدوات قوية اليوم ليس من المعقول أن أأتي بمركز شرطة أو شرطي وأنطي ملف مثلا تهريب نفط أو تهريب سكراب قطعا أن هذه القضية سوف تكون ميتة في أدراج المركز ولن يكون هناك حسم للقضية اليوم نحن لما نجيب أمن وطني ونجيب مخابرات ونجيب جهاز مكافعة إرهاب ونجيب قضاء ونجيب إدعاء عام حتى أحافظ على أجانب القضائي أنا اليوم كل مؤسسات الدولة الأمنية والقضاء وهيئة النزاهة بالمناسبة أيضا داخلها على الخط يعني هيئة النزاهة كانت تحقق في ملفات لكنها ربما لا تستطيع أن تنجز ملفات بحجم الجرائم يعني اليوم لما نتكلم عن تهريب النفط تهريب السكراب العقارات هذه ملفات تحتاج إلى قوة ولذلك ليش أشوفك تركز على قصة تهريب النفط والسكراب لا مو هذه ملفات كبيرة لا لا هذه ملفات كبيرة يعني مو لأنها مثلا إعلاقة بمدينتك لا بالعكس التهريب النفط يبدأ من البصرة ومن الموصل بالموانئ يبدأ ما يبدأ من الأرصفة الآن معروفة يعني قسم من الأرصفة هي تتبع لمافيات كبيرة وهذه اليوم ما يستطيع أحد أن يمنعها إلا أن تيجي قوة ويجي قانون وتيجي دولة تمنعها أنا لما أتكلم لك أتكلم لك عن حجم الملفات يعني اليوم إحنا بإمكاننا أن نحقق في جريمة بسيطة ننطيها المركز شرطة لكن الجريمة الكبرى اللي هي مثلا اليوم أنا أتكلم لك مثلا في محافظتي من جبتها على محافظة نينوة اليوم ملف العقارات في محافظة نينوة حجم الفساد به أكثر من 100 مليار دينار لما أنا أتكلم عن 200 دونم سكني داخل مدينة الموصل تتقطع وتتوزع وهي بالأصل للدولة ولكن أشخاص يستولون عليها ويقطعونها هذا الملف شلون صارت؟ شلون صارت؟ يعني من وقعها؟ من وزعها؟ من استولى عليها؟ مجموعة من الفاسدين والموظفين وبتواطئ من المسؤولين توزعت هذه الأراضي في مجلس المحافظة؟ أنا أتكلم لك عن الحكومة المحلية السابقة وقد يستمر الحال إلى الحكومة الحالية أنا أتكلم لك بشكل واضح 100 مليار؟ 200 مليار فهذا لما أنا ما أقدر أجي حقق بها شرطة اعتيادي ولكن لما تجي لجنة بحجم هذا الاهتمام من قبل رئيس الوزراء ورئيس الوزراء هو الآن متصدي لهذه اللجنة لما يوقع عليها ويتحمل المسؤولية ويشرك بها كل مفاصل الدولة وأعمدتها القوية إذن بالتالي تجيب نتيجة لذلك أستاذ كريم هذه اللجنة أنا طبعا إن شاء الله نتمنى ونرجو منها أن تحقق في الجرائم الكبيرة الكبرى وتنحدر إلى ما دونها من أين تبدأ؟ تبدأ بأكيد اليوم يعني مو فقط إحنا كبرلمانيين وكنخب نعرف الفساد وإن حتى المواطن البسيط يعرف اليوم لما نتكلم عن تهريب النفط نتكلم عن التجاوز على عقارات الدولة نتكلم على سرقة المصانع السكراب هذه الملفات كبيرة فضلا عن ملفات العقود الحكومية اللي هي أيضا لا تقول أيضا نتكلم عن يعني الأسماء الوهمية في الوزارات ومحاولة وجود فضائيين في التقاعد البعض يقول وكأنها محاكمة لحقبة سياسية بمعنى يعني أنا أستلهم من إجابتك الحالية مثلما تفضلت به لما نقول عقود لمؤسسات الدولة ووزاراتها المواطن يقول لك 17 سنة تقدمت لأي خدمة فلوس أموال البلد ميزانياته صرفت على عقود ووهمية هي الفلوس متبخرت أستاذ كريم الفلوس انباقت انباقت بس الكل لأنه يبدو أن الجميع اشترك بسلفاته لا لا وانغسلت أيضا يعني اليوم هوا شو رح نزعحنا يعني أنا حتى أنطيك مثلا أستاذ كريم يعني هذا مو مو كلام يعني جديد معروف اليوم الأموال اللي تسرق من ميزانية الدولة العراقية كثير منها يخرج إلى الخارج مزين وهؤلاء الفاسدين وبالتالي لديهم ماجهات يعني أشخاص أو تجار لمسؤولين يقومون بقسل هذه الأموال عن طريق صالات الروليت صالات الروليت ليس لأجل لعب القمار لأجل قسل الأموال أنت الآن لما يعني شخص يروح يشتري عقار في لندن أو في السويد أو في النرويج هاي الدول محترمة تقول له أوكف أنت مني لك هاي الفلوس يقول لهم أنا مثلا مثلا أنا ألعب قمار وهذا الفيش فالصلاة اللي كانت موجودة في بغداد هذه اللي قسل الأموال أيضا عندك يعني لما نتكلم عن نعرف وين الأموال راحت يعني مو صعبة يعني الدول تعترف بالفيش ما للروليت ولذلك اللي يروح مثلا يشتري لبيت تفد بعشرة مليون يورو في أوروبا يقول لهم أنا ألعب تقمار وهي الفيش ولهذا فرخت بالسنوات الماضية لذلك هاي أنت مسألة منه تشعي يلعب بها بالروليت يعني هما هذول كانوا مجرد حتى تنقس لهذه الأموال اللي هي أموال الشعب العراقي وتذهب إضافة يعني مثلا ليش العقارات في بغداد ارتفعت ويتقاط أستاذ كريم العقارات ليش ارتفعت في بغداد أيضا هذا الأمر يتعلق بقسيل الأموال لأن أنت الآن لما تروح مسؤول وتريد تشتري مثلا في لندن يقول لك أنت مني يقول لك أنا كان النظام السابق ما أخذها من عندي ورجعتها وهي السبعتها وهي السندات وأريد أشتري عقار هكذا يعني جرت الأمور للأسف في المرحلة السابقة لذلك اليوم إحنا لما لجنة صارت المفروض كنا نصفق له هذا يعني اليوم إذا طلع موظف ويريد أن يكشف ملف فساد المفروض هذا نعتبر بطل فكيف لا نشجع لجنة حكومية قضائية ادعاء عام هيئة نزاهة كلها موجودة بيها لازم نشجعها ولازم ندعمها وبالتأكيد راح تجي ملفات اليوم لما ينفتح موقع الإلكتروني لهذه اللجنة ويحسون أكو ثقة وراح تجي كل ملفات وتنكشف لك لأن ماكو جريمة كاملة بس اختفت هاي صار فترة سنين يعني عقود وهمية لمشاريع لا وجود لها على الأرض انغسلت أموالها وراحت وتغيرت الناس وتغيرت أسماها وتغيرت تفاصيلها يقول لك الساداتري تلاحقها ما راح تلاحقها ولذلك هذه عبارة عن يعني لجنة ما راح توصلنا الشيء أكثر ما هي يعني مظهر خلينا نتفائل استاذ كريم خلينا نتفائل احنا اليوم احنا إذا رأسنا نهبط المعنويات يعني همشي ان هاي اللجنة خلينا نشوفها طبعا هي بالتأكيد بالنتائج احنا راح نراقب عملها اذا عملها كان عمل مصدرة وعمل لمصلحة الوطن فمو بس احنا ندعمها كبرلمان وكلجنة نزاهة كل الشعب يدعمها ولكن اذا هي راحت مثلا تستهدف جهات دون أخرى او تروح تحقق مع موظفين يعني خلنا نسميهم اذا سمعتلي وسمحلي التوصيف حرامية ازقار احنا نريدهم يبدون من الكبار من الملفات الكبار منهم من الكبار الكبار الوحدة الكبار لو تلقى سياسي لو تلقى اسم كبير لو تلقى ثقو الوزن معناتها كما قال يعني احدى التقارير اللي قرأتها اش الدبابير طب اش الدبابير وانت بعد لازم ما تلتفت لي وارا لا لا هي بالعكس القضاء العراق استاذ كريم يعني انه ثقة به والقانون قانون العقوبات العراقي قانون يعني وصف لكل جريمة عقوبة وبالتالي احنا فقط مجرد انطبق القانون ما رح نسوي شيء خلس ألك بصراحة الحرامية الكبار اللي قلت عليهم قبل شوية اللي قلت احنا مريد حرامية صغيرة تلزمون طبعا لزمون الحرامية الكبار الحرامية الكبار يعني مواطنين عاديين مثلا ابو تكسي وبعدين صار حرامي تشبير لا لا ولذلك شنو ولذلك شون وصفت حرامي تشبير شون يعني شون هذا قلت انت توصفت علاقة سرقاته وعلاقة وزن وثقل السياسي مثلا يعني انت من تجي على ملف كبير يتكلم عن هدر لاموال الشعب عشرات او مئات المليارات من الدنانير هذا الملف اروح استهدفه ما اروح انا اجي مثلا على موظف مختلس مليون دينار نعم يحاسب لكن انا اروح لذلك احنا لما نجي ونتكلم بشكل واضح يجب ان هذه اللجنة تستهدف الملفات الكبيرة اللي هي بها وكل النخب من برلمانيين الى اعلاميين يجب ان يساندوا هذه اللجنة ويجب ان انقويها طالما القضاء ممثل بها الادعاء العام هيئة النزاهة وكل الاجهزة الامنية المهمة وبالمناسبة الاجهزة الامنية استاذ كريم يعني اليوم الفساد لما يعني اكو فساد لنفروف بالبنك المركزي في مزعد العملة او في تهريب النفط او في الموانئ او في القمارك هذه تضر بالامن الوطني الاقتصاد بالامن الاقتصادي فبالتالي من واجب المخابرات واجب الامن الوطني واجب جاء واجب كل عراقي كل عراقي انه يساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية لذلك انا طبعا متفاعل وسنكون داعمين لهذه اللجنة واعتقد انها سوف تبدأ برؤوس كبار يعني هذا هي هذا ما هو هذا السؤال هل ستشغل نفسها او بعض القوى السياسية تشغلها لا لا اطلاقا بمواقف صغيرة والوقت ما يسمح يعني ما عدها وقت حكومة في الواجهة وليس لمن يقف خلفه دون دليل يعني انت تريد تقول طالما اكو بعض الجهات السياسية او بعض الشخصيات تحولت الى مافيات سرقة عن طريق هيئات اقتصادية وغير ذلك فاقصص عنها منافذ التمويل وهي ستقع بالنتيجة يعني بالتالي احنا الآن اذا نريد نبحث في جريمة نصل لها ماكو جريمة كاملة يعني اي مجرم يسرق او يقتل ماكو جريمة كاملة يعني هذه في كل علم الجنائي عندك ثقة انه يعني اعضاء اللجنة هذه وادارة انا متأكد متأكد انه يقدرون يرسطون الايجر استعرضت استعرضت الاسماء استاذ كريم انا متأكد ان جميع الاسماء هي اسماء لها تاريخ وهي يعني ستكون حريصة على مصلحة الوطن وايضا الامانة والقسم لانهم كلهم هم الآن يتحملون مسؤولية والشعب باوع عليهم هل هؤلاء يستطيعون ان يحققوا في ملفات ويصلون الى نتيجة يعني موظل يمنى ويسر لا احنا نريد حسم للنتائج وهناك جرائم في ساعات تكتشف بل هناك مجرمين في اسابيع ينحكمون في ظل قضاء عادل سؤال يعني يشغل بال مثل ما تفضلت المراقبين والنخب كل الناس حكومات استمرت لاربع سنوات وسنتين وثلاث سنوات ما فكرت تفتح ملفات ضخمة ما فكرت تضرب رؤوس فساد الكل يعرف وانت تعرف والجميع وان قررت الآن انت ونفسك قررت انه تذكر اسماء انا متأكد ما لا يقل عن 5 الى 10 اسماء مهمة ومعروفة وكبيرة تقدر تقولها الآن ولكنك ما مقرر في داخلك انه تقولها ما الذي يدعو الحكومة ووقتها قصير يعني ما عدها غير للشهر السادس في ابعد الاحتمالات وصير انتخابات جواب بسيط انه الدخل روح بهذه الاشكالية جواب بسيط هاي الحكومة من اجت ما اجت بطريقة تقليدية هاي حكومة شعب طلع وتظاهر وانت شهداء ضد الفساد وراد تغيير فبالتالي من واجب حكومة السيدة الكاظمي ان تفتح ملفات الفساد هذا واجبها هل سينجح ما ينجح لازم يفتح واذا نجح سيكون هو يعني وفاء لدماء الشهداء اليوم نتكلم بشكل واضح مستويات الفساد في الدولة العراقية سببت يعني مؤزمات كوارث حتى داعش من تجي عليها هي وليدة الفساد داعش وليدة الفساد الجهل والتخلف اللي في أطفالنا اليوم ما عدهم مدارس يدرسون بها هو شين هو هو يعني من باء لأن الفساد هو الذي حرم أولادنا التعليم الصحة الاقتصاد كل شيء ولذلك اليوم احنا كل مشاكل نستاذ كريم فساد وبالتالي الفساد هو مواجب بس الحكومة واجب المجتمع العراقي رجالا ونساء نخب إعلاميين طبقة سياسية شريفة مخلصة أنا أتكلم لك بشكل واضح أن هذه اللجنة عناوينها مهمة وأعتقد أنها سوف تحقق نتائج وسنكون داعمين لها طالما هي تبحث عن مصلحة وطنية عليا شنو فرقها عن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اللي شك كل أيام سيد عدل عبد المهدي شرح يختلف ليش ما يختلف يختلف أولا أنت أنت دعم للمحققين بأنه أنت وراك جهاز مكافحة الأرهاب وراك ترى جهاز مكافحة الأرهاب أنت السول يعني بالتقرير ما راح يطلح هو يجيب ناس لكن لما يحمي محقق ويحمي قاضي هذا راح يكون ما يخاف ما يتردد في اتخاذ القرار تجاه مجرم قاتل أو سارق ولذلك لما أنت بظهرك أمن وطني ومخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب أكو محقق يخاف أكو قاضي يخاف أكيد راح تفتح الملفات وقطعا يعني راح يكون هناك اختصار واختزال للوقت لأنه اليوم راح تكون الأجوبة يعني من حق هذه اللجنة أن الدز على كل شخصية يسألونه أنت شنو كان واجبك ولما يريدون يذبون السجن ياخذون موافقة القضاء يعني ما يشتقون هما من كيفهم لذلك أنا قلت في بداية البرنامج أن هذه اللجنة هي محكمة خاصة لمكافحة الفساد والجرائم الكبرى لأن بيها ادعاء عام وبيها قضاء وبيها محققين وعدهم أجهزة الدولة يجي تليفون مثلا من الرئيس العصابة يقول له إذا هذا الملف استمرت به رح أقتلك أقتل أولادك هذا الأمر ما رح يصير هو هذا اللي أنت ركزت عليه حماية القضاء حماية المعنيين حماية المحققين يعني ولذلك يعني فلسفة أن نشرك جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات هو حماية للقضاء وللمحققين حتى يصلون إلى نتائجهم بعد ما يقدر يعني واحد يهدد إذا يهدد رأسنا من المخابرات بالتليفون يعرفون موقعه والأمن الوطني ويروح يجيبونه وإذا تقول عنده مثلا ميليشيا وقوة خوف جهاز مكافحة الإرهاب يروحوا إياهم لذلك الحكومة يعني تصرف ذكي من السيدة الكاظمي عندما دعم القضاءات والمحققين بالأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب طيب إحنا من نفتح ملف ضخم مثل هذا إحنا عندنا ملفات أخرى يعني تضغط على الحكومة عندك كورونا عندك الوضع المالي وعندك هذه حروب العشائر المتنقلة هنا وهنا اللي يقول لك كل ما يتحدث كثير من السياسين أنت تريد تلمس سلاح أنت تريد تعزز وضع أمني أنت تريد تخلص البلد لذلك العشائر تشوف هذا السلاح المنفرد تشوف هذا قصة التهي بكورونا ضغط على الناس احمي بلدك ووفر أموال يعني كثير من الاعتراضات تطلق بهذا الاتجاه هو أكيد طبعا يعني معقولة راح يترك تترك الحكومة تمارس مهام فرض القانون ومكافحة الفساد أكيد راح يتصدون لها ومن هلو راح يتصدق لها ما راح يتصدق يعني هم هؤلاء الجيوش الآن اللي يحكون عن لجنة هذول ربوحهم خايفين من الفساد ولذلك يحكون عن لجنة لأن اليوم استاذ كريم ترى بسهولة تكتشف الجريمة يعني مو صعوبة اليوم لما نجي واحد زائد واحد اثنين وخيوط الجريمة كثيرة إذا هي كانت خيوط باتجاه الفساد والجرائم الكبرى ولذلك يعني من واجب الحكومة أن تفرض القانون على الجميع وأن تطبقه على الجميع وبالتالي راح كل العشائر الطيبة وإن شاء الله كلهم هما أصلا راح يصرون مع الدولة أما أنت الآن ترى يعني خطأ لما نقول السلاح بيد العشائر وانعمم التعميم هذا يعني أكبر خطأ دارج في سياق مكافحة الفساد وكذلك فرض القانون ولذلك إن شاء الله يعني اللجنة أيضا راح نزودها بملفات وراح ندعمها إن شاء الله أنت عدكم بلجنة النزاهة ملفات فساد يعني الملفات كثيرة عدكم ولا تستلموها من لجنة النزاهة هيئة النزاهة وأنتو تحولو لها لجنة النزاهة هي لجنة تراقب عمل هيئة النزاهة ولها حق متابعة كل ملفات الفساد ولكن الجهة التي تقوم بالتحقيق هي هيئة النزاهة تحت إشراف القضاء اليوم هيئة النزاهة ممثلة في هذه اللجنة وقطعا سوف من خلال التمثيل في هذه اللجنة راح يكون العمل قوي يعني أنا مثل ما شرحت لك مش قلت عدد ملفات الفساد اللي ممكن بالمئات بالآلاف يعني إذا نحسبها إحنا كملفات إذا أنت تقول لي شقد الملفات الكبيرة الملفات الكبيرة أنا مقدر أحسب لك إياها ولكن أقدر أخلي لك إياها وين يعني اليوم أنت مثلا ملف النفط بيعة بيعة تسويقة تهريبة بالمناسبة أستاذ كريم أكو فشل في الإدارة هو أكبر من الفساد يعني بعض مرات سوء تخطيط وسوء إدارة تخسرنا أكثر مما واحد يروح يبوك لمليون دولار يعني أكو بعض مرات سوء في الإدارة تؤدي إلى هدر كبير بالأموال يعني اليوم أنا مثلا النفط مالتي بخمسين دولار السوق مالتي من أبيعة بتسعة وأربعين دولار هذا مفساد يعني من أبيعة الشركة بهذا السعر أنا أسأل منه اللي يقدر يحاسب شركة سومو على أنها ليش بعت بتسعة وأربعين ما بعت بخمسين ليش إذن كان هناك توجه عام بأن تبيع شركة سومو بالقناعات حسب هم يقولون أكو يعني نشرة أسواق قناعات شخصية قناعات شخصية يعني اليوم أنت لما لما تبيع ثلاث ملايين ونص برميل باليوم إذا كان الفرق سنت إحنا نتكلم عن هو سوق دولي لا إحنا نختار السعر إذن إذن هسا من خلال الحديث أنا وأنت ما نعرف كيف سومو تبيع ماكو تسعير رسمية ماكو تسعير رسمية ولكن أكو نشرات أكو نشرات بالبورصات العالمية سواء بالأسيوية بالأوروبية بالأمريكية لذلك اليوم الملفات أنا حتى أجيك أجي عن نفط من استخراجه إلى تسويقه إلى بيعة إلى تهريبه وهناك أكو فساد مركب يعني في بعض الأحيان نجد أن هناك فساد مركب يعني الفساد مو مرة وحدة تلقى مركب شلوان يعني مثلا يعني حتى في موضوع النفط اليوم أنت لما تجي وتشتري وقود وما تسوي مصافي هذا فساد لو مفساد أنا لما أشتري بثلاث مليارات دولار سنويا وهي طبعا على أقل شي بنزين بس مع عدل غاز إذن ليش أنا ما أروح أسوي مصفة وأكرر نفط وهي ثلاث ملايين ثلاث مليارات أخليها إذن أكو فساد مركب موجود لذلك أنا لما أجي يعني أسوي تحديد لملفات الفساد يجب أن أجي على الأكبر وما دونها فبالتالي أنا أعتقد أن ملف النفط يجب أن يبحث ملف الموانئ والأرصفة يجب أن تبحث هذه ملفات حاكمة الأرصفة مول الدولة ما أخذينها الجماعات هم مستقلينها وهم ينزلون بيها وهم يأخذون فلوس من عدها يعني هذا الوارد ما لها مول الدولة وهذه مول يوم والبارحة سنوات صار لها الموانئ الموانئ ينكرون بالبصرة نعم الموانئ ينكرون يقول ما أكوه شي إحنا عدنا بعض الغض الغض أرصفة هي عقود مشاركة ما رح أذكر لك أرقام لكن هذا موجود أستاذ كريم إحنا شوف أخطر من الفساد هو شنو هو التواطؤ على الفساد أنا لما مسؤول وأشوف فساد أنا أنا مو مشترك به بس أخاف هذا أخطر من أنك تشاركهم يعني أنت لما تسكت عن الفساد هو بحد ذاته فساد لأنك إذا ما تقدر تواجه الفساد فالمفرود أنت تذب استقاله وتخلي ضميرك أمام الله وأمام الشعب ولذلك اللي يقول لك ماكو فساد بالأرصفة هذا إما مشترك معهم أو هذا يريد يظل لك والفساد موجود بالأرصفة وموجود في القمارك هس يجوز يعني الفساد قل بعد ما استلمت قيادة العمية المشتركة بعض المنافذ لكن لا يزال زيب خلينا نرجع شوي الاتجاه الآخر من البلد الموصل الموصل أنت مطلع عليها بين فترة التحرير إلى هذه اللحظة اللي إحنا بها شن هي أهم الملفات اللي تعتقد يجب على اللجنة غير ملف العقارات أنه تدخل به سكراب شنو سكراب السكراب مصار التحرير موافقات من مركز الأمن الوطني بفلوس طبعا طلعوا سكراب بفلوس رسمية لا طلعوا موافقات يجيبون ويأخذون أخذون بدون مزايدة أنا أسألك لحظة شرح لي وحدة وحدة يجيبون موافقات من مركز الأمن الوطني اللي ببغداد اللي ببغداد ينطون موافقات مثلا أنا تاجر تاجر أجي أقول لهم أريد أن أطلع سكراب أنا مشتريه مشتريه من الناس الفقرة وأريد أن أطلعه ينطوني موافقة مثلا بمئة عجلة مئة عجلة تريلة أنا أحمل أحمل من المصانع أحمل من الأملاك الخاصة السيارات اللي مسكربة وأحملها وأطلعها ووديها على كردستان على معمل حديد الصلب بالسليمانية ولذلك يفترض أن هذه اللجنة تروح على أبو الصلب ما للسليمانية تعال إذا 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 يقدرون أما الموافقات موجودة بقيات العمليات مزين موجودة الموافقات سيكراب من أخذها من الموصل أملاك المواطن يعني باقوا السيارات طبعا باقوا سيارات الناس سيارات الناس طبعا والحديد والمال المصانع يعني أنا أتكلم لك بشكل واقعي يعني معامل سمنت يعني معامل سمنت سنجار مزين أخذوا كل معداتها وكذا ولذلك إحنا لما نجي هذا يفترض أن تنفتح هذه الملفات هذا الملفات لكن هذا ليس تاجرع يعني اللي عنده قدرة يروح يأخذ معامل سمنت سنجار ويفككه لو يبك سيارات من شوارع الموصل لو يأخذ حديد المصانع المدمرة بالمدينة هذا مو مواطن عادي ولا ولا بسيط ولذلك يرادلنا لجنة قوية لذلك أنا قلت لك مو مركز شرطة أنا طلب التحقيق بالالفين وسبعة عشر من مجلس القضاء لألك كتاب رسمي ومجلس القضاء الأعلى حولوها الرئاس استئناف نينة وقالوا افتحوا التحقيق باستكراب بس فتحوا ما فتحوا لأنه راح يحقق منه هو شرطي زيان هذا الشرطي يقدر يحقق ويهي عصابات يعني من تجي على السيطرات تنتمي إلى عنوين كبيرة أنا تابع لفلان وأنا تابع لفلان لذلك يفترض هذه تنبحث يروحون يجيبون الموافقات ويجيبون التجار التجار معروفين هذا التاجر تفضل هذا المركز اللي موجود هنا هذا اللي ينطي موافقات ينطي موافقات لحركة النفط لحركة الشاحنات تعال أنت منطي موافقات لهذا التاجر وجيبوا هذا التاجر تعال أنت иниين اشتريت ما ليه تقول اشتريت من الناس مستحيل أنت تشتري مئات الأطنان مستحيل ألاف الأطنان وطبعا أنا من أتكلم لك على محافظة نينوة من أقول لك مدينة الموصل يعني أقدر أقول لك 80% من السكراب اللي نتيجة الجسمة هو راح ونجدنا نقدر نبني نص المدينة به وما نحتاج لا القرض ولا المساعدة من أسند هؤلاء في تهريبهم للسكراب؟ الكل تواطعت من الكل؟ مسؤولين أمنيين حكومات محلية كلهم تواطعوا